اشتركوا في القناة و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فاقتقدم لنا ان ارسال الرسل من الله عز وجل الى عباده ليبينوا لهم شرائعه و احكام هذه الشرائع هذا امر داخل في الجائز عقلا في حقه عز وجل وليس بواجب و بنسبة لنا نحن المكلفين علينا ان نؤمن بهؤلاء الرسل و بان الله تعالى قد ارسلهم لان هذا داخل في عناصر العقيدة الاسلامية التي نتحدث عنها و لذلك قال رحمه الله تعالى نظيم قال لكن بدا ايماننا قد واجب فدعها و قوم بهم قد لعب يعني فرقة من او فرق من المتكلمين انكروا وجوب الايمان بالرسل و لا دليل لهم لانهم قالوا ان الرسول هو العقل و ان الذي نسأل به عن حياتنا و عن التزامنا بما يجب ان نلتزم به بمحاسن الافعال والعادات و تركي مساوئها و مضارها الى اخره العقل هو الذي يصدك الى هذا و ما قد يلتبس على الانسان او لا يفهمه او لا يعقله هذا على كل حال لا تكلف فيه الا بعد ان ياتي الشرع هكذا قالوا هذه خلاصة كلامهم فهؤلاء اعتبره الناظم رحمه الله تعالى كما اعتبره اهل السنة عبثا بالدين و عبثا بالعقيدة قال لكن بدا ايماننا قد واجب فدعها و قوم بهم قد لعب الهوى هو الميل الى الباطل هذا معنى الهوى حينما يكون بالمعنى الذي ورد عند الناظم لان الهوى له معاني متعددة قد يراد به غير هذا قد يطلق مثلا على الحب الهوى الهوى بمعنى الحب هويته بمعنى احببته لكن هنا المقصود بالهوى الميل والجنوح الى غير الحق الى الباطل والضلال وسمي هوا بهذا المعنى لانه يهوي بصاحبه في النار فلذلك هو هو فدع هوا قومين اي دع اولئك العقلانيين الذين لم يحكموا الشرع ولم يعتمدوا على نصوصه ونقوله وذهبوا مع مقتضى عقولهم وعلى رأسهم كما قلنا المعتزلة ثم قال وواجب في حقهم لمانة هذه الأمانة سهلت هكذا ليستقيم الوزن وواجب في حقهم لمانة دخل الآن يتكلم عن صفات الرسل وأنها منها ما هو واجب طبعا الوجوب العقلي هنا نتكلم عن الوجوب العقلي لأننا في علم العقيدة وإسناف علم الفقه إذن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لهم صفات واجبة عقلا أي لا يتصور العقل السوي عدم وجودها فيهم وإلا لم يكونوا رسلا وصفات مستحيلة ويضدها وصفات جائزة فأما الواجبة فقد قال فيها الناظم رحمه الله وواجب في حقهم أي في حق الرسل وواجب وجوبا عقليا والواجب العقلي هو ما لا يتصور عدمه وإنما يتصور وجوده فقط وواجب في حقهم لمانة الأمانة صفة واجبة وجوبا عقليا في كل رسول والمقصود بالأمانة هو تخلص الظاهر والباطن من كل منهي يعني أن يتبرأ صاحب هذه الصفة من كل منهي تبرؤا في الظاهر والباطن أن يخلص ظاهره وباطنه من كل منهي عنه الله عز وجل ولو على سبيل خلاف الأولى لأن النهي له ثلاث مراتب نهي تحريم فالمحرام منهي عنه ونهي كراها فالمكروه منهي عنه ونهي خلاف الأولى وهو دون الكراها فالرسول من صفاته الأمانة أنه أمين أي أمين على أفعاله وتصرفاته فلا يصدر منه إلا ما يرضي الله عز وجل ولا يصدر منه أبدا لا محرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى أما المحرم فلا إشكال في ذلك فالإطباق الإجماع من العلماء والمتكلمين على أن الرسول لا يصدر منه المحرم لا وجه لصدور المحرم من الرسول طبعا نتكلم عن أي رسول أما المكروه وخلاف الأولى فكذلك إلا أن يكون الرسول يريد البيان يريد أن يبين لنا أن هذا مكروه وأن هذا دون المكروه لكنه أيضا يحسن تركه فقال العلماء إذا فعل الرسول فعلا مكروها للبيان فهذا خارج مما نحن فيه بل يعتبر في حقه واجبا أو مندوبا إذا كان البيان يفتقر إلى ذلك الفعل فهو واجب فعله المكروه واجب ودون ذلك يكون مندوبا ففعل النبي لما دون الحرام من المكروه وخلاف الأولى للبيان للبيان بيان تشريع هذا خارج معنا ما سوى ذلك فلا يتصور عقلا أن يفعل أي رسول منهيا ولو نهي خلاف الأولى لهو أدنى لمنهيات لا يتصور عقلا هذا لأنه أمين أمين على سلوكه وعلى أفعاله وقدوة وإمام ويعني ينبغي أن لا يلاحظ عليه أي شيء يخدش بأخلاقه وفضائله ومكارمه هذا يتكلم عن الله هذا يبلغ عن الله عز وجل ويتكلم باسم الله عز وجل فكيف يمكن أن يكون فاعلا للمنهيات فلذلك الأمانة صفة واجبة في حق الأنبياء والرسل ونقصود بها يعني طهارة الظاهر والباطن من المنهيات أما الظاهر فهك الكذب وفعل المحرمات والمكروهات وما إلى ذلك وأما الباطن فترك الحسد والحقد والبغض وسائل الأمور التي حرمها الله تعالى من أعمال القلب بمعنى أن تطهير الجوارح والقلب من المنهيات هو الأمانة ورسل الله صلوات الله وسلامهم عليه كلهم كانوا كذلك لا يبعث الله تعالى إلا من هو كذلك لأن الأنبياء والرسول هم صفوة الخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد خلق البشر خلق آدم وبني آدم واختار منهم الرسل اختارهم صفوة منهم اجتباهم وإذا اجتب الله أحدا واستفاه على غيره من الخلق فإنه يرعاه يرعاه ويعده ويشرف عليه حتى يرسله إلى من أراد أن يرسله إليهم فإذا من الصفات التي يجب عقلا أن تكون في الأنبياء الأمانة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا بحيث حاول الأعداء حاول المغرضون أن يبحثوا عن شيء وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا لأنه منذ نعومة أظفاره منذ صغره وسيرته موجودة بيننا بكامل التفصيل حتى لما كان طفلا قبل أن يبلغ كان رفقاءه يدعونه إلى المصامرات بأماكن في مكة فكان الله عز وجل يحول بينه وبين ذلك إما بتغشيته بالنوم وإما بشيء من هذا القبيل فينصرف أن يذهب إلى رفقائه حتى تطلع الشمس فلذلك ما وقع رسول في شيء من هذه الخبائط خبائط ولا في شيء من هذه الرذائل ولا في شيء من هذه المنهيات أبدا لأن هذا مصطفى هذا مجتبى هذا اصطفاه الله تعالى من الخلق ليبلغ رسالته سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون خيرا منهم على الإطلاق ووجبون في حقهم لامانة إذن هذه الأمانة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا عند قومه بالأمين كان يسمى الأمين لأنهم جربوا عليه الأمانة وما وجدوا خلافها أبدا حتى في صغره فسموه الأمين حتى إنهم كانوا يضعون نفائس أموالهم عنده يستودعونه إياها يضعونها ودائع عنده لأمانته لأمانته فما كان الواحد منهم ليثق بغيره فيضع نفائس أمواله من جواهر وأموال وغير ذلك فإذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه تدل على أنه كان أمينا فيهم ولا أحد يصل إلى تلك الأمانة التي كانت فيه فمثل هذا هو الذي يستأمنه الله عز وجل على وحيه وعلى شريعته وعلى رسالته ليبلغها للناس ثم الصفة الثانية التي يجب عقلا أن تكون في الأنبياء والرسول هي الصدق قال وصدقهم والصدق ضد الكذيب الصدق ضد الكذيب فالرسول كما يجب أن يكون أمينا بأنه لو لم يكن أمينا لكان خائنا ولو كان خائنا ونحن يجب أعلينا أن نتبع نتبعناه في الخيانة يعني الذي يعني ليست فيه الأمانة الرسول الذي ليست فيه صفة الأمانة معناه أنه لم يحفظ جوارحه فهو يقع في المحرمات وكذا إذن فنحن سنتبعه في ذلك فأين اصطفاؤه علينا ثم صفة الثانية صفة الصدق أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله والصدق ضد الكذيب لذلك فلا يتصور في أي رسول أن يكون كاذبا لأننا إذا تصورنا هذا فكل تصورات سابقة سوف تنهدي لأن النبي أرسله الله عز وجل فكأن الله تعالى قال لنا صدقوه فأنا الذي أرسلته فإذا كان في الواقع كاذبا إذن فنحن نكذب ربنا عز وجل الله تعالى لم يرسل إلا من هو صادق ومن استأمنه على شرعه وعلى رسالته ووحيه فلا يتناسب مع هذا التصور أن يكون هذا المرسل أن يكون كاذبا لأنه إن كان كذلك فالكاذب إذن آت من مرسله وصدقهم وضف له الفطانة ضف له الفطانة يقال ضافه ضاف الرجل إذا أنزله ضيفا عنده ففيه معنى زيادة بمعنى أنه مثل مثل ما لو قلنا أضافه فأضافه واضحة معروفة ولكنه استعمله هنا ثلاثي ضافه ضافه بمعنى أنزله ضيفا جعله ضيفا إذن فضيافة فيها معنى زيادة لأن الشخص يكون مثلا وحده أو هو أهله فينزل غيرهم عنده إذن هذه زيادة في الذين يعني في الدار ففيها معنى الزيادة لذلك قوله واضف لأنه لو قال وأضف لما استقام الوزن ولكن كان بإمكانه لو أراد أن يستعمل الفعل الرباعي أن يستعمل الفعل الرباعي أن يحدف الواو فيقول وصدقهم أضف له الفطانة كان بإمكانه ذلك ولكنه يقصد هذا الفعل قصدا إذا أمكنه أن يفعله ولم يفعل فذلك الفعل مقصود وواجبون في حقهم لمانة وصدقهم وضف له الفطانة أي من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل الفطانة يعني شدة اليقظة وشدة التنبه لأن الرسول هو إمام إمام ويتبعه المؤمنون به وهؤلاء المؤمنون به يكونون كيانا مجتمعا يكونون أمة وهذه الأمة وهذا المجتمع وهذا الكيان له مشاكله وله قضاياه ووقائعه وما إلى ذلك تحتاج إلى الحلول يستفتونه فيحتاج إلى أن يجيبهم يعرضون عليهم يعني معقدات مشاكلهم فيحلها لهم إذن يجب أن يكون فطنا لا يتصور في النبي أن يكون بليدا غبيا هو مجرد إنسان عادي له مسؤولية معينة صغيرة حتى في أسرته أو حتى في مجموعة محدودة من الناس إذا كان بليدا غبيا فلا يمكن أن يجح في مسؤوليته فكيف بمن يقود الأمة كلها ويبلغهم شرع الله عز وزلله ويأمرهم وينهاهم ويربيهم ويحملهم على فضائل الإسلام إذن فلا يتصور في أي نبي ولا أي رسول أن يكون إلا فطنا يقضا ذكيا ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آية في هذه الفطانة والنباهة واليقضة وأمثلة ذلك كثيرة كتب السيار حافلة بها ومن ذلك على سبيل المثال نجتزئ ب مثال أو مثالين أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم حينما عرض الإسلام على قبائل العرب في مكة وبقي نحو من ثلاث عشرة سنة وهو يدعو ويلتقي بهم في الأسواق وفي المواسم فما آمن معه إلا قليل وأوذي إذاء شديد فنقل الدعوة إلى الله عز وجل من مكة إلى المدينة لأنه كان قد التقى به أو التقت به وفود من أهل المدينة عندما يكون الموصيم موصيم الحج فرأى أن فيهم نزوعا إلى نصرته وإيوائه ومن معه فأراد الله عز وجل أن ينفس عنه وأن يجد له متنفسا لهذه الدعوة ومحظنا آخر لها فكانت هي المدينة المنورة هي طيبة يثري لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين أولئك المهاجرون تركوا كل متاعهم في مكة لم يستطيعوا أن يخرجوا شيئا منها لأن المشركين كانوا حريصين على أن يأخذوا كل ذلك ولا يتركون لهم شيئا بل هم خرجوا خفية منهم وتسترا من أعينهم وليس لهم شيء يتبلغون به لذلك كانت هناك بعد وصول هذه الوفود من المهاجرين إلى المدينة كانت هناك مشكلة اقتصادية كبيرة أزمة اقتصادية لأن المجتمع المدني الذي صار مكونا من عنصرين من المسلمين الذين آمنوا وهم من المدينة والمهاجرون الذين جاءوا بإيمانهم هاربين من أهل مكة أهل الشرك فتضاعف العدد والموارد هي هي الموارد الاقتصادية هي هي لذلك كانت مشكلة في غاية الخطورة أزمة في غاية الخطورة حلها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المؤاخة آخة بين كل مهاجري وأنصار كل واحد جاء من مكة جعله أخا لواحد من المدينة فجعلهم أخوين أخوين فكل واحد من الأنصار أو من أهل المدينة كان يقتسم مع أخيه ما عندهم من المال والرزق والخير حتى إن بعضهم كان يطلق زوجته الثالية أو الثالثة من أجل أن يتزوجها المهاجري وهكذا فكانت هذه الوثيقة المؤاخة أو هذه المؤاخة التي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حلا حلا ذكيا لمشكلة اقتصادية وبقيت هذه المؤاخات سارية المفعول حتى كانوا يتوارثون بها كان الواحد من الأخوين إذا مات ورته الآخر إلى أن نزل القرآن الكريم بالفصل في ما يتعلق بالتوريت ما يتعلق بالموارد حتى نزلت آيات الموارد التي في صورة النساء وفصلتها السنة النبوية أما من قبل فقد كان الواحد من الأخوين الذين جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخة كان يرث أخاه بمقتضى تلك المؤاخة فهذه يعني مشكلة اقتصادية لا يمكن أن يحلها إنسان غبي إنسان بليد أو حتى إنسان عادي تحتاج إلى الفطانة فهذا مثال في يعني ما هو أو في في الحياة الاجتماعية التي يسيرها النبي الإمام القدوة يجب أن يكون على مستوى كبير من الفطانة والدكاء وأمثلة هذا كثيرة حتى قضية وثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود وسائل القبائل الذين كانوا يعني يساكنونه في المدينة تلك الوثيقة أيضا تعتبر إلى الآن أرقى وثيقة دستورية تشريعية تضمن حقوق المواطنين بكل أنواعهم الأصلاء وغير الأصلاء وقد درست هذه الوثيقة من جهات متعددة ومن زوايا متعددة فأثبتت الدراسة العلمية المنصفة أنها أرقى وثيقة في التشريع الدستوري فلذلك صفة الفطانة لا بد أن تكون في النبي وصدقهم وضف له الفطانة ومثل ذا تبليغهم أي مثل ما قلناه في الأمانة والصدق والفطانة نقوله في الصفة الرابعة التي هي التبليغ أي هي صفة واجبة عقلا في كل نبي مرسل يعني لا يتصور في النبي أن لا يبلغ لا يتصور في النبي أن يكتم ما أمره الله تعالى بتبليغه سواء كان هذا الكتمان بسبب يعني أنه عجز أو بسبب أنه خاف أو بأي سبب آخر فالكتمان لا يتصور عقلا في النبي وإلا لماذا أرسله الله تعالى إنما أرسله ليبلغ ولذلك كان الأنبياء والمرسلون حينما يكلفون ويبعثون يبذلون كل ما عندهم ليبلغوا حتى ولو كان ذلك على حتاب حياتهم فكم من نبي قتل من جراء ذلك ولكن بعد تبليغه الرسالة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا يعني لا يصيبهم الوهن والضعف وما ضعفوا وما استكانوا إذن التبليغ يحتاج ويقتضي الصبر والتحمل ويقتضي أن تكون مستعدا لجميع الطوارئ حتى طارئ الموت أو القتل وكأي من من الأنبياء قتلوا ولكن بعد تبليغهم رسالات ربهم لأنه قبل أن يبلغ الرسالة أي رسول من الرسول قبل أن يبلغ الرسالة ويتم تبلغها فهو معصوم من الله عز وجل معصوم ومن جبلة ما هو معصوم منه أن يقتله أحد قبل التبلغ فإذا بلغ فهو حينئذ عرضة للقتل يمكن أن يقتل فالعصمة هنا تدرأ ما قد يحول بين النبي وبين تبليغه الرسالة ولكن إلى أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والعصمة هنا من كل شيء يأتي من الناس من كل أذى من كل محاولة الحيلولة بينه وبين أن يبلغ حتى ولو كانت هذه الحيلولة عن طريق القتل ولقد حاول المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرات ولم يفلحوا ولم يفلحوا عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة المنورة تفقوا على أن يكلفوا كوكبة من الشباب الأقوياء بأن يقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد فعم الله عليهم واجعل على أبصارهم غشاوة فلما خرج النبي وقد كلف علي من أبي طالب أن يبقى في فراشه لما خرج وفتح الباب قال واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغسناهم فهم لا يبصرون فلم يره أحد من هؤلاء الشباب حتى يعني خرج وبلغ إلى مكان بعيد عن مكة إلى ضواحي مكة فعلموا أنه قد انفلت من أيديهم فرتبوا الجائزة وفرضوها على من يأتيهم به حيا أو ميتا وكانت الجائزة مئة من الإيبين وكانت الإيبين من كرائم أموال العرب ومع ذلك حاولوا حاولوا حتى أدركوه في الغار أدركوه في الغار ولكن الله عز وجل عما عليهم أيضا فنسجت العنكبوت على هذا الغار وكذلك عششت الحمامة عليه فظنوا أنه لا أحد في هذا الغار الذي على بابه العنكبوت والحمامة كذلك فذهبوا وانصرفوا وهما داخل الغار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق فهذه عصمة كل هذه مظاهر العصمة مظاهر العصمة ومثل ذات بلغهم لما أتوا ويستحيلوا ضدها كما رووا إذن هذه الصفات الأربع واجبة وجوبا عقليا في حق الرسل عليهم صلوات ربنا وسلامه وجوبا عقليا لا يتصور عدم وجودها فيهم إذ النبي الرسول لا يمكن أن يتصور إلا وهو أمين صادق مبلغ فطن لذلك فعكس هذه الصفات وضدها لا يمكن أن يتصور عقلا مستحيل لذلك قال ويستحيل ضدها كما رووا أي كما أثبت العلماء نقلا بعضهم عن بعضين أن ضد هذه الصفات مستحيلة عقلا ف يعني الصفة الأولى التي هي الأمانة ضدها الخيانة والصدق ضده الكذب والفطانة ضدها البلادة والغباوة والتبليغ ضده الكتمان كل هذه الصفات المضادة يعني مستحيلة في حق الأنبياء والرسل استحالة عقلية ثم قال رحمه الله تعالى وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل إذن تقدم له الكلام عن الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل وهي أربع صفات والصفات المستحيلة عقلا وهي ضد تلك الصفات الآن مع القسم الثالث من صفات الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قسم الجائز من هذه الصفات والجائز في حق الرسل هذا لا حد له هذا لا حد له لذلك قال وجائز في حقهم كالأكل ديك الكاف تدلنا على أن هذه الأمثلة التي جاء بها ليست ليس الأمر منحصرا فيها ليس الأمر منحصرا فيها لأنه إذا قلت كذا وكذا معنى هذا أن ما مثلت به إنما هو على سبيل التمثيل وإلا فالكاف تدخل غيره من الأمثلة التي لم أذكر لذلك قال وجائز في حقهم كالأكل أي الصفات التي تجوز في حقهم بمعنى أنهم قد يفعلونها وقد لا يفعلونها ولا يتصور ضرورة وجودها أو عدمها هذا هو الجائز في حق الأنبياء والرسول من هذه الصفات الجائزة في حقهم صلوات الله وسلامهم عليه وسلامه عليهم هو كالأكل طعام بمعنى أن الرسول هو بشر هو بشر لذلك فهو يأكل كما يأكل البشر كما في القرآن الكريم يأكل كما تأكلون ويشربون مما تشربون إذن فالرسول يأكل ويشرب ويمشي إلى الأسواق ويفعلوا ما يفعله الناس لأنه بشر فهناك أفعال يفعلها الرسول بحكم آدميته وبشريته أو بحكم جبليته جبليته جبل فطرة فهذه الأفعال كلها على كل حال الرسول يحتاج إلى أن يأكل فيأكل يحتاج إلى أن ينام فينام كذلك يحتاج إلى النساء فيتزوج النساء لذلك قال وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء أي للنساء في الحل أما أن يمس امرأة لا تحل له أبدا أبدا لذلك اتيانه شهوته هذا أمر جائز في حقه وهن هذه الشهوى إنما يأتيها ويأخذ نصيبه منها في الحلال دائما وأبدا وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل في الحل وجامع معنى الذي تقرر شهادات الإسلام فطرح المراء وجامع معنى الذي تقرر شهادات الإسلام فطرح المراء إذن هو يتحدث الآن عن كل ما تقدم الكلام عنه من صفات الله عز وجل التي هي واجبة عقلا والتي هي جائزة عقلا والتي هي مستحيلة عقلا ثم ما تكلم عنه الآن عن صفات الأنبياء والمرسلين سواء منها الواجبة عقلا أيضا أو المستحيلة عقلا وهي أضاضها أو الجائزة عقلا وهي كل ما يفعله الناس مما يعني هم محتاجون إليه بمقتضى فطرتهم وبشريتهم وآدميتهم فحتى الأنبياء يفعلون ذلك حتى الأنبياء يتزوجون النساء وحتى الأنبياء يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويركبون ويسافرون ويقيمون وحتى الأنبياء يحاربون إلا أن ذلك منهم كله إنما هو في صلاح وفي عبادة الله وفي الحلال وليس شيء منه يفعلونه في الحرام أبدا بعد ذلك أراد أن يلخص لنا كل ما تقدم أن يلخص لنا كل ما تقدم من صفات الله عز وجل وصفات الأنبياء والمرسلين فقال وجامع معنى الذي تقرر أي ما تقرر لنا الكلام عنه من صفات الله عز وجل الواجبة والمستحيلة والجائزة ثم ما تقرر لنا من الكلام عن صفات الأنبياء والمرسلين الواجبة والمستحيلة والجائزة كل ذلك يمكن أن نجمعه في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فأما صفات الله عز وجل كلها بأنواعها وبأقصامها الثلاثة فمجموعة في قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله فالكلام عن الله عز وجل وتقرير صفاته التي تقدمت داخل ذلك كله في لا إله إلا الله لأنك لا تجد فيما سوى الله عز وجل لا تجد في خلقه كيفما كان هذا الخلق لا تجد من له تلك الصفات ولو واحدة لا تجد في هذا الخلق من هو قديم لأنه محداث هو خلق مخلوق لا تجد من هو موصوف بالقدرة بالإرادة بالعلم بكذا مما تقدم لنا الكلام عنه من الصفات لا تجد في الخلق أحدا كيفما كان هذا الخلق حتى ولو كان من الملائكة لذلك فلا يستحق العبادة إلا الله ولا تجب العبادة بحق إلا له عز وجل وهذا يدل عليه الشطر الأول من الشهادتين وهو قولنا لا إله إلا الله الشطر الثاني عملي تطبيقي عملي بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة الله عز وجل وبأحكام هذه الشريعة وأن علينا أن نتبعه في ذلك والشطر الثاني إذن لهو عملي تطبيقي وهو أن ندخل وننضوي تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت شريعته هذا الشطر عملي هو تابع للشطر الأول النظري العقد التصور لا يستقيم الشطر الأول إلا بالثاني لأنه إذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وهو لم يتبع رسول الله ولم يدخل معه في دينه ويصدقه في رسالته إذن فهذا يكذب على نفسه حينما يقول لا إله إلا الله هذا كاذب على نفسه لأن لا إله إلا الله لها مقتضيات مجموعة هذه المقتضيات كلها في الشهادة أن محمدا رسول الله ونكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله وإلى حلقة قدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر